كابتن أيمن كان عضو في لجنز الحكام حتى الأسبوع العاشر من الدولة صحيح كده؟ مزبوط مع أتلا تنبالج مزبوط وفجأة استقلت من اللجنة استقلت ليه؟ لا هو بصراحة ما استقلتش يعني مال هو اللي حصل كريماش أنا بقى واضح يعني دايما أنا بحب أقولي يعني دايما الصراحة الصراحة والواقع ما عنديش جير كده أنا يعني وانا كنت بحاكم كده وبعد ما بطل كده قبل كده واللي جاي كله هيبقى كده يعني صحيح فأنا أنا كنت ابتدنا لموسم ابتدنا اشتغلت كنت مسؤولة عن حكام المساعدين تعملت قايمة وكنت عارف عم تعمل سيستيم وحاجات زي كده ودوني كرتنبرج وبتاعملوا مجموعة حكام اختاروا مجموعة حكام مساعدين ودوني قايمة اشتبتدت ان انا اشتغل عليها عادت عشر أسابيع كنت مسؤولة عن الحكام المساعدين هاي في الدور الممتاز وكان موجود كابتن محمد فاروق كيمة كبيرة طبعا كام ماسك مسؤولة عن الحكام وكان الكابتن تامر دوري مسؤولة عن الفار والحقيقة كان فيه تعاون كبير منهم كبير جدا يمكن الكابتن تامر من أفضل الناس اللي على مستوى العالم العربي في موضوع الفار ده حقيقة يعني ده حق أنا بقول شهادة أنا كنت موجود يعني والحقيقة يعني بقول شهادة انه هو يعني من ناس اللي أنا اتمنى يكون موجود على طوله في التحكيم لانه كيمة كبيرة مع الكابتن محمد فاروق فالحقيقة كان فيه تعاون بيننا والأمور كانت ماشية حلو جدا لجايت وخلصنا وكان فيه قبل عياد الكريسماس وكان مستر كالتمرج مسافر وملتبقين على الشغلة وقبل مسافر ولجايت أخر لحظة كان يوم الخميس تقريبا مجتمعين بالحكام وكان فيه كلام في الشغل معنا وكلام دو وبعدين فجوئت أن يوم الجمعة طلعت لجنة حصل بقى أنا مش موجود وكان الكابت محمد فاروق موجود في القسم الثاني وكابتن تامر استقاله في ساعتها وحصل ده الموضوع بدون أي حاجة أي عندما تم إبعادك من اللجنة بالضبط كذلك مش استقالة من جانب كلاتنبرج ولا من جانب التحكم والله معرفة كريم يعني ما بشجلش بالي بالكلام ده يعني أنا انت بص كريم انت بتتوجد في حتة في مجالك اللي انت تعبت فيه اتشالت فيه أنا لعبت 18 دوري والحمد لله 25 سنة أحكيم 13 سنة في القائمة الدولية عندي حاجة واحدة بعملها ومش هعمل غيرها ان انا الحمد لله لما موجود في حتة دايما بس على النجاح وان انا اقدي دوري وبعايز انجح وانجح المنظومة اللي انا فيها وده اللي بيسعدني وفرحني وده اللي كنت ماشي به في خلال العشر أسابيع ان نعمل كده يعني خلال عشر أسابيع ايه اللي حصل ايه اللي تم القصة انا ما عنديش جير شغلي تاريخ اللي انا قضيته في التحكيم وشغلي اللي انا بعمله بشهات الناس اللي كان موجود معي بس اكتت عارف والله كده على اقل انت بتسأل يعني الوقت مثلا لو مشهوني من مكان عملي هقعد الف وادور هشوف هما مشهوني دي على اقل العرف السبب والله والله يا كريم الموضوع بالنسبة لي كان يعني مش واضح الحقيقة يعني عشان انا بقى صادق معاك لو في حد هقولك على طول هم انت علاقتك بكلات مباركات العلاقة لغاية اخر اللحظة كان كويسة لغاية دلوقتي كان فيه تعاوم وانا بقولك عشر أسابيع بنتشتغل بنتعاوم فيه تقرير فنية موجودة معاه بتروح له فيه تقرير بعمله تقرير يمكن يا كريم عملت حاجة دي دعمان برضو مع الراجل ان احنا كنت بعمل التقرير الفني دي انت عارف يومية في الدوري وبتاعه وكنت بعمل حاجة اسمها تقرير إحصائي يعني بالنسبة للحكام المساعدين دي التقرير الإحصائي دي يوديك انت رحل فين التسللات الصحيحة دي الغلط التعاون التمركز الحاجات دي الحمد لله كانت الأمور ماشية بصورة طيبة جدا يعني